هذا رجل أمن يلمرور عنده صمتة بيضة و هناك رجال أمن الآخر معناه أنه اللي كيبانه هو الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية كذلك الأعوان والمكلف والأعوان والموظف والمكلفين بعد مهام الشرطة القضائية إذا هذو كنو مكي يخدموا تحت إمرأة ضعبة شرطة قضائية سامي وهو وكيل مالك وللوكيل عام ولقاضي التحقيق بمعنى أن أعمالهم مراقبة و كذلك أعمالهم لكي قموا بها بصفاتهم كرجال أمن كذلك بها الصفة رهت مراقبة كذلك من طرف الرؤسائي من إداريهم لعندهم الحق لن يقومون لهم العقوبات الإدارية كذلك هي مراقبة من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئلاف اللي عبدالحق على الرغم العقوبة الإدارية اللي يمكن ينزلها بها ينزلها برؤساء الإدارية ممكنك إذاك أنا كتعاكم كتحاكم إن كان إخلال بالأعمال دياله بالمهنة دياله و بالوظيفة دياله منها أنا كتوقفت توجه لي مجرد ملاحظ يمكن أن توقفوا لمدة ثانية عن مباراة شارعة مهم السرطة الإدارية و يمكن أن تجردوا لهائيا من صفات السرطة القضائية لكن و علما بأن القرارات والأحكام التي تصدرها هذه الغرفة الجنحية لا تقبلوا الطعن بالنقل لا تقبلوا الطعن بالاستئلاف و إنما تقبلوا فقط الطعن بالنقل لكن في هذه الحالة بالإضافة لأن هذا الشرطي نحن تقول له حالة سيتنا و ممكن بخصوص من عارقين رجال أمن و عندهم الكفاءة و عندهم المهنية و عندهم المصداقية و يعرفوا كيفية خدمتهم بأنهم عندهم درجة عالية من التكوين و من الخبرة و لكن هذا الاستئلاف ستقدر يقع مرة مرة يقع شيء مشكل ستكون مساطر قانونية إذا بالإضافة إلى أن أخل بالمهنة و ممارش المعرهن باحترافية و قدرة و خبرة ستقدر تسبب في إزهاق روح الضحية اللي هو عثمان و هذا حيث ما يقولون الفيديوهات التي يصوره و كيف يستطيع وقفه و يتتفع سيئ و و يتتفع و هي بالإضافة لعقوة مزيمة القتل لكن لماذا هذا القتل؟ ماذا هو القتل خطأ؟ إذا يتوفر فيها القتل الجنائي؟ أم أنه قصد يتوفر فيها القتل الجنائي؟ هذا سيخضع البحث والتحرية التي تقوم بها النيابة العامة ومن خلال استماع الشهود والمعرفة والوقعات والفيديوات والنشرات سيحدث كيف وكيف 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 الاختصاص الوكيل المالك ويحيل المحكمة الزجرية الابتدائية بعد السبع كان القتل عبد سيكون اختصاص محكمات الجنائيات وكل اختصاص يتعرض على وكيل العام المالك وأنه سيتعرض على المحكمة الجنائية الابتدائية ثم الجنائية الاستئنافية لكن حسب تقديرنا الأولي ومن خلال مشاهدة الفيديوهات ومن خلال طريحات الشهود ومن خلال المعينات ومن خلال الظروف الملابسة بها القضية ومن خلال الشرطي البورور لم يكن يقتلهم كانوا فقط يوقفهم لتجربهم المخالفة لأعلاجهم جائم ومن خلال خلال الخلال وكأنه كانوا يعملون في الدرجة من عدد المطلوب قانونا لكن تهور في التدخل وعدم احتراف ومن خلال القتل بمعنى أن هذا القتل هو قتل الخاطئ وأنه ستحكمه لا تحكمه مقتضاية القتل العام دون تحكمه مقتضاية القتل الخاطئ وهو 1.430 لكن أثناء مناقشة القاضية إلى التبين بأن هذا الجريم لا يشغل إذا أعمد المفضي إلى الموت وإنما هي جريمة أخرى وأشد رغم من حق النيابة العامة ومن حق القاضاء الجريم لن يطلب إعادة كيفة الجريمة وإعادة واحد وصف آخر حسب ما راجح من الجلسة هي أساساً القاضاء الجريم يتكلم أن القلم أسير واللسان الحر القلم أسير في النيابة العامة القلم أسير واللسان الحر والقاضاء الواقف رأي لها راجح قدامه وتبين بأن هذه الجريمة تلقى الخاطئ ليس غير عمدي المفضي إلى الموت يطلب إعادة كيفة الجريمة يطلب إعادة كيفة الجريمة إلى جريماتين أشد حسب ما راجح ونوقيشها في الجلسة البحث بطبيعة الحدوين الحقوق عندهم الحق مش ينتصبوا مطالبين بالحق المدان من الحقوق يديروا الدفاع ديانهم وتقدموا بمطالة مدانية وطالبوا بالتعويض عن دار المادية والمعناوية للحقوق من جراء وفاسد الشخص من خلال وفاسد الشخص عثمان وعندهم الحقوق يتمكنون من أكثر من أطلال لتطلبوا التعويض وفي الآخرين يطلبوا التعويض عن الوطال عن الضرار البداني الذي يلحقه والمحكمة لا يقلون تطلبوا التعويض يتصمون مطالبة بحق المداني والمحكامة يتناسب ومقدار الضرر الحاصل لهم. علما المتابعة بأن الإيداء الغير المفضل للموت وأن العقوبة المقارنة قانونية يمكن النزول عنها بتمسيعه بطريقة تخيف القضائية الاعتبار أن أوراجه الآمن وأنه عادي بسوارة القضائية وأنه لا يوجد قصر الجنائي لكي يقتلوا وأنه لا يوجد قصر وأنه يمكن أن يفتحوا بطريقة القضائية ونزلوا بالعقوبة على حد الأقصق المقرر لها يجب أن يتم الإيداء الغير العمدي من الطرف الشرطي وأنه يسقطوا في مالوعة وليس في حفرة وليس في مالوعة وليس في الغير طاقة وأن ي어도 من الطرف grow ونظروا بالأمذار ذو وöstفال يوجد غير الذين القضائم ونظروا في ملوعة وقأت عليه يرجى مع Prettyland عن علاقة سببية و lis und dass الفيعل ذito ونيتق النزول لدفح şöyle يتابع مجلس المدينة و سيتابع يا وệt ei و amongst قمن المسؤولية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس